تصدق بقينا 17 او الله فعلا الايام بتاعت رمضان بتجري بسرعة جدا شهر خفيف ولطيف وجميل وكريم ورحيم شهر عظيم بصراحة يعني يارب السنة كلها كانت تبقى رمضان معلش هو على ما يبدو الناس مش فاهمانا خالص مش فاهمانا هنا تعود يمكن علي بشكل شخصي انا وناس المسلمين فيه ناس كتير مش فاهمة انه فيه فرق ضخم وكبير فرق شاسع ما بين بعض المسلمين والاسلام نفسه يعني مفهوم هذه الديانة وفلسفتها هذه العقيدة والاسس اللي مبنية عليها شيء واللي عملوا بعض المتطرفين والمتشددين ده شيء تاني واحنا طول الوقت بنقعد نقول يا جماعة دول ما بيعبروش عن الاسلام ممكن حصلت مناقشة ما بيني وما بين زميلي احمد اشرف فعلا اللي حصل في السويد في مسألة اهانة الكتاب المقدس بتاعنا القرآن الكريم وانه جمهورية مصر العربية بالتأكيد وده الطبيعي انها بتدين بقى شد العبارات قيام مجموعة من اليمين المتطرف في السويد بالاساءة المتعمدة للقرآن الكريم وطبعا ده ترتب عليه تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خصوصا ان احنا في الشهر المقدس بتاعنا بتيجي الواقعة دي يا سادة ضمن ممارسات يمنية متطرفة بتحرض بشكل عام ضد المهاجرين وبتحرض بشكل للأسف الشديد على المسلمين بشكل خاص مصر بتؤكد رفضها المساس بالثوابت وبالمعتقدات الدينية ايما كانت والزج بممارسات استفزازية بتتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية وبتؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد باعتباره حق اساسي من حقوق الانسان بتضع مصر الى اعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي ما بين الشعوب نبذ دعوات التحريض والكراهية والتوقف عن اعمال العنف والتخريب والاعمال الاستفزازية اللي بالتأكيد بتسبب الضرر الشديد باستقرار المجتمعات وامنها وسلامتها طب ايه المناقش اللي كانت ما بيني وما بين زميلي احمد عشف طبعا نرجع مع بعض يا احمد لايه السبب الجزري روت كوز على رأي الناس الاجانب هو اليمين المتطرف بشكل عام بيعمل كده ليه بالتأكيد نتيجة عدم الفهم ده واحد اتنين نتيجة تصرفات بعض المسلمين فمرحلة من المراحل كانت في القرن الخمستاشر والستاشر كان عندنا معارك شرصة ضارية ضارية قامت بها دولة من الدول التي حسبت على انها دولة مسلم وانها تعلي لواء الخلافة الاسلامية فاجداحت شرق اوروبا قتلا ونحرا واعتداء واحتلالا وتخريبا وسارقة حصل لكن السؤال هل ده الاسلام لا بمنتهى البساطة لا لانه الاسلام الاندلسي على سبيل المثال او مسلمين الاندلس كانوا العكس من ده تماما لما دخلوا المسلمين اسبانيا واقعدوا فيها واستقروا واقاموا الحكم وكانت دولة الموحدين على سبيل المثال كانت هي دولة الحضارة والثقافة والفلسفة والعلم والفنون والموسيقى ده على سبيل المثال للحصر طيب ولما دخل التجار المسلمين للهند والصين والغرهة من شرق وجنوب اسيا دخلوا بايه دخلوا بالحسنة وبالحكمة وبالنوعزة الحسنة وبالمعلومات بالمعاملات القيمة المحترمة الوضحة الشريفة الامينة الى اخره وإلا تفهم منين انه اصبحت مثلا على سبيل المثال اكبر كتلة سكانية مسلمة على سطح القرى الارضية هي اندونيسيا مثلا وتيجي تشوف في ماليزيا وتيجي تشوف المسلمين اللي موجودين في الهند المسلمين اللي موجودين في الصين وهكذا انا مش عايز اعد اعددلك اماكن وتمركزات المسلمين في العالم هي القصة كلها وهل كانت هناك فتحات او غزوات الغزوات كافة عهد النبي طيب كان فيه فتحات لا ما كان فيه فتحات كان فيه اي شكل من اشكال الحروب او الفتح او الدخول بجيوش في اسيا ما حصلش على الاطلاق طبعا انا هنا بستسني تماما فارس والعراق تمام وطبعا بالتأكيد الشام وما الا زلك لكن انا بكلمك هنا على منطقة جنوب وشرق وحتى كمان بعض المناطق فيه وسط اسيا هل حصل كده ما حصلش حاجة طيب يبقى المشكلة تقع على عاطق اتنين يا سادة الاول يقع على عاطق الجماعات المتطرفة اللي للأسف الشديد بتسيء الى الاسلام اسائح حقيقية ودينا شايفين النتيجة تطلع بقى جماعات تطلع دول تطلع ممالك تطلع سلطنات تطلع زي ما تطلع والمسئولية برضو خمسين في المية تقع على عاطق المتطرف الآخر اللي شاف انه الحل الوحيد لأفكاره هو العنف او الاهانة او تدنيس المقدسات الى اخره طيب السؤال اللي يجي بعد كده يا طرق هل طرق هنقف في هذا الموقف الى متى يعني مسألة انه المسلمين في العالم تتأجد مشاعرهم ويتدايقوا والاوروبيين يعتبروا انه طب ايه يعني احنا بنسمح بحاجات كتير وانتو مش قادرين تفهموا ثقافتنا وانا اتذكر اللي حصل مثلا في فرنسا من كم سنة لو تفتكروا في المناقشات اللي زي دي واضح ان احنا لتنين ما بنتكلمش نفس اللغة احنا بنتكلم انه جزء رئيسي من الحرية وهو جزء لا يتجزأ بل يكاد يكون هو الجزء الاكبر والاعظم منها هي حرية البني ادم في المعتقد كل بني ادم حر في ما يعتقد حر بيعبد ربنا ازاي بيعبد الاهو ما بيعبدش امر لا يعنينا احنا لكن ده مش معناه تحت اي ظرف انه توجه الاهانة للمعتقد او توجه الاهانة للعقيدة او للمقدسات بتاعت اي ديانة برا ما بيبصوش كده دي يقول لك كل واحد حر يعمل لو هو عايزه غلط كده ما بقتش حرية كده بقت تغول على حرية الاخر يعني هي دردشة جات على بالي بسبب منقشتي مع زميل عزيز احمد اشرف وطبعا على خلفية الكارسة اللي حصلت في السويد اللي بنتمنى انها مش بس ما تتكررش اللي بنتمنى ان احنا نلقلها حلول حقيقية وجزرية فهمتوا ليه مصر واخدى خط حقيقي في مواجهة كل اشكال التطرف سواء اذا كان تطرف فكري او التطرف على مستوى السلاح يعني مصر بتعمل المواجهة بتواجه بالطريقتين المواجهة الفكرية والمواجهة اللي بتتم بالتأكيد بشكل امنى لما بلاقي ناس عايزة تقتل وتخرب وما الى ذلك